بسم الله الرحمن الرحيم فلقتح ما العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين عاملوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب وشأمة عليهم نار مؤصدة في هذه الآيات الكلمات في آخر سورة البلد حثم من الله تعالى العبادة على اقتحام العقبة وبيان الأعمال الصالحة التي يكون بها اقتحامها ثم سنى بذكر حال الكفار المكذبين الذين لا يقتحموا العقبة ولا يتجاوزونها قال السؤال فهل لا اقتحم العقبة والعقبة من الأمر الشديد العظيم والأهوال العظيمة وهي شدائد يوم القيامة والنار اقتحامها وتجاوزها بي الله تعالى بأن اقتحامها وتجاوز النار واقتحام هذه الأحوال وسأل الله والسلام منها إنما هو يكون بالأعمال الصالحة هو يفك رقابة أو يطعام في يوم ذي مسغبة يتيم الناب قربة أو مسكين الناب تروى ثم كان من الذين عملوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالحرم فك رقبة يعني تخليصها من الرق اعتاقها وجاء الترغيب في اعتاق الرقاب وجاء في الحديث الصحيح أن من اعتقى عبداً اعتقى الله بكل عضو منه العضو من النار حتى فرجه بفرجه ويقروا من ذلك ويتبع ذلك تخليص ففكوا الأسارة فكوا الأسير والأسارة الذين عندهم شركين وكذلك تخليص السجناء فإن هذا أسر له الذين ركبتهم الديون ثم يسدد ديونهم ويخلصهم ويخرجهم من السجن فكوا رقبة هذا من أفضل القربات وأجل الطاعات فالذي يفكوا الرقبة لأنه يحررها ويجعلها حرة تعبد الله حرية وانطلاق وكذلك الذي يفكوا الأسير من المشركين وكذلك الذي يخلص السجين من ديونه وكل هذا من الأعمال العظيمة التي إذا فعلها المسلم مع الإيمان بالله واليوم الآخر والإخلاص فيها من أفضل القربات واجل القربات وهي من الأمور العظيمة التي يقتحم بها الأهوال العظيمة ويتجاوز بها النار فكوا رقبة أو الأمر الثاني أو العمل الثاني الصالح أو إطعام في يوم ذي ما سغبه يتيما ذا مقربة أو مسكيما ذا مطرا يطعام المسكين يطعام المسكين اليتيم القريب اليتيم الذي فقد به دون البلو هو القريب يطعم يتيما قريبا أو مسكينا وهو الفقير من غير القريب لا متربة اشتد به الأمر واشتدت حاجته حتى لصق بالتراب بشدة الحاجة فيطعام اليتيم القريب ويطعام المسكين شديد الحاجة من الأعمال الصالحة التي يقتحم بها المسلم العقبة ثم كان من الذين آمروا هذا هو العصر الرصير لابد أن يكون مؤمنا بالله ورسوله من يفك الرقاب ويطعب أليس القريب اليتيم والمسكين لابد أن يكون مؤمنا بالله ورسوله فإن الإيمان هو الأساس هو أساس الأعمال وهو الذي تبنى عليه الأعمال ولا صح الأمن إلا به أما إذا أطعم اليتيم أو فك الأساس فك الرقبة أطعم الرقبة فك الرقبة وأطعم الأسين وأطعم النسكين وهو لا يؤمن بالله ولا بالآخر فإنه لا يقتحم العقبة ولكن الله لا يضيع عمله بل يجازى بما عمل في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده ثم يفضل الآخرة ولا حسنة له ولا حول ولا قتل بالله لكن الذي يقتحم ذلك هو المؤمن ولهذا قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وكان مؤمنا بالله ورسوله يشهد أن لا ين الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويقوة الزكاة ويصبر رضانا وحجوبة الله الحرام يمير الله وملائكة ولكتبي ورسوله وباليوم الآخر والقدر الخير وشره وأيضا siblings تواصلهم بالصبر يعني يوصي بعضهم بعضاً بالصبر بصبر على طاعة الله واصبر على محارب الله واصبر على طاعة الله حتى يؤديها ويصبر عن معصية الله حتى يتركها ويصبر على قدر الله حتى لا تسخط القدر وإنما يسلم الله ولقضائه وقدره ثم كانوا من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا أيضا بالمرحبة هذه من الأعمال التي يفكوا بها الرقبة دفنهم بالله ورسوله وأن يفكر الرقبة وأن يطعم المسكين وأن يطعم اليتيم القريب والمسكين الفقير وأن يكون متواصيا بالصبر بأنواعه الثلاثة وأن تكون متواصيا بالمرحمة بالرحمة بالرحمة العامة وخصوصا الفقراء والمساكين والأيتام يكون رحمهم ويعطف عليهم ويتعلموا لآلمهم ويشاركوا في مصابهم وينفقوا عليهم بما تيسر ثم قال أولئك أصحاب المنى أولئك الذين يتصرفون بها الصفاء ثم أصحاب اللمين ويشمل هذا السابقين المقربين ويشمل أصحاب اللمين أصحاب اللمين أصحاب اللمين يشمل الصنفين من المؤمن من المؤمن ثلاث أصلاف السابقون المقربون وأصحاب اللمين والظالمون ليأفسهم فهؤلاء الذين تصرفين الأصحاب هم أصحاب المنى ويشمل السابقين المقربين الذين يتقربون بالنوافل والمستحبات وعداد الواجبات ويشمل أصحاب اللمين أيضا الذين يقتصرون على الواجبات وتركهم محرمات الأمر الأول أن هذه من أعمالهم والأمر الثالي أنهم أن الله قابلهم بأصحاب الشمال هؤلاء هم أصحاب المنى هؤلاء هؤلاء الذين تجاوزوا العقبة والأهوال العظيمة وتجاوزوا النار بهذه الأعمال بالإيمان بالله والعمل الصالح وهذه الأعمال الصالحة ولهذا قال أولئك أصحاب المنى ثم ثنى الله سبحانه بذكر الكفار أصحاب الشمال فقال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وذلك لأن القرى المثاني تثنى فيه الأخبار تثنى فيه فإذا ذكر الله حوال الممين ذكر حوال الكفار وإذا ذكر الجنة وصفاتها ذكر النار وصفاتها وهكذا حتى يجبع المؤمن بين الخوف والرجاء وبين الترغيب والترهيب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا الله ورسله هؤلاء هم أصحاب الشمال وجزائهم قال الله تعالى عليهم نار مؤصدة يعني مطبقة مغلقة وذلك بعد خروج عصات الموحدين فإذا أخرج الله عصات الموحدين من النار بشفاعة الشفع وبرحمة أرحم الرحمن أطبقت النار على الكفرة فلا أخرج منها أبدا أبدا نصر الله سبح وعافية عليهم نار مؤصدة وهذه السورة سورة البلد مستفيد منها فوائد منها أن الله تعالى أقسم بهذا البلد وكة المكرمة أقسم الله بها لأنها بلد حرام وفيه تشريف لها تشريف وكة تشريف هذا البلد بأن الله تعالى أقسم به لشرفه وفضله وفيه بيت الله الذي هو أول وبيته وضع للناس وفيه أن الله يخسم مما شائع مخلوقاته لا أحد يحجر عليه سبحانه أما المخلوق فلا أقسم الله بالله وأسمعه وصحاته وفيه بيان حرمة البلد الحرام وأن الله وأنه حرام إلى يوم القيامة لا يحل فيه القتال ولا تنفر الصيد ولا قطع الشجر كما ولهذا قال الله توانت حل بهذا البلد على أحد الوجهين حلال والمراد الوقت الذي يحل الله له فتح مكة وتخريصها من الشرك حتى تكون بلد إسلام ولهذا قال نبي صلى الله إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوة ولا لا ينفر لا يقاتل فيه لا يقتل فيه ولا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا تلتقط اللقطة إلا المنشد ثم قال وإنما وحلتي ساعة من نهار وهي الساعة التي تم فيها الفتح من الضحاء إلى العصر ثم قال الله تعالى في بيّن الله سبحانه وتعالى توعد من يتبع الأموال الشهوات وينفق الأموال في المحرمات قبل بيّن الله تعالى أن جو قسم وأن الله خلق الإنسان في كبد قال لقد خلق الإنسان في كبد قسم الله بالبلد ووالدي وولد لقد خلق الإنسان في كبد يكابد شدايد الدنيا منذ طفولته يكابد شدايد الطفولة ثم شدايد الشباب ثم شدا الشيخ هو الحرب ثم يكابل الشدائد الآخرة ووالها ثم كان مؤمن ومن الله على الإسلام تنتهي هذا الشدائد ويبدوه الله بالأفراح والسرور وتزول هذه الشدائد كأنها لم تكن ولهذا جاء في الحديث أن الرجل من أهل الجنة يصبر بصرح سبغة من الجنة فينسى ما مضى من الشدائد ويقول هل مرة يكابد اسم القط فيقول لا والله ورحم رب وكذلك يتابي أنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يصروا سبغة في النار فيزول ما حصل له من الترف في الدنيا فيقال هل رأيت خير قط هل رأبر فيقول لا والله يا رب هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدد الله تعالى توعد الله تعالى من ينفق هو أموال في الشهوات المحرمة وأن الله قادر عليه وأن الله مطلع عليه فيحسب وأن لا يقترى عليه أحد يقول وهلكت مالا لبدع يعني يجبع المال بعضهم بعضهم ويهلك سماه الله إلى انفاق في دليل أيضا من الفوائد أن انفاق الأموال في المحرمات هلك لا يستبدوه الإنسان ولا ينتفع به أما انفاقها في الطاعات فإنه ثمر له ينمى في الآخرة وفيه الوعيد على من أنفق الأموال في المحرمات وأن الله قادر عليه وأن الله يراه وفيه من الفوائد الله تعالى عدد نعمها على عباده فقال لمن جله عينين ولسانه وشبتين وهديناه نجتين فعلى كل إنسان يشكر الله على هذه النعم التي أنعم بها فإن الله هو المحرم متفضل وبشكره تبقى هذه النعم ويوثيبه الله تعالى الثوبة العظيفة الآخرة وبجحود هذه النعم يعذب ويأثب ويكون مأزورا مأثوما ثم فيه بيان الأعمال الصالحة التي يقتلخم بها العبد الله والعظيمة ويتجوز بها النار كما سبق التقالي الرقاب وإطعام اليتيم القريب والمسكين والتواصف الصبر والتصفف المرحمة وفيه الوعيد الشديد على الكفر هو أن الكافر الجاهد لتوحد الله مصره النار وفيه إثبات الجنة والنار وفيه أن من دخل النار فإنه لا أخرج منها فإنها مؤبدة نسأل الله سعر وعافية من الكفرة أما العصاد فإنهم يخرجون أما المؤمنون فإن الله تعالى يمن عليهم وتزل عنهم الشدائط ويبقون في النعيم المقيم يتمتعون بما أعحى عدى الله لهم من الجنات ثم برؤية الله عز وجل الذي هو أعظم ونعيم ثم يحل الله عليهم رضوانة فلا يسقط عليهم أبدا نسأل الله نزلنا وإيكم منهم أمين نسأل الله لك نعم ليس ببعيد هذا لسك أنه في فضل عظيم إذا كان احتسب على عجر نعم يعطى من الزكاة حسن الله أمان نعم يعطى من الزكاة في إخراج السجين بالدين إذا كان المدين نعم المدين الديون المدين نعم يقضى من الزكاة الدين يقضى الدين من الزكاة وكما أنه أيضا ينفق على الفقير يسدد يسدد ديونه وينفق عليه لكن لا يشترى لها بيت مستقل بعض الناس يشتري بيت الفقير لا ملك لكن يسدد العجار على العجار ولا يزم أنه يشترى له بيت لكن يسدد كل ما وسنها عليه الديون سدد العجار وسدد الكهرباء ويعطى ما ينفقه على الشراء حوائجه وكسوته وطعامه وكذلك كتب طالب العلم الذي يحتاجه كل هذا لبسناه أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان باب فضل صلاة الفجر في جماعة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسي بواب سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا تفضل تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا تفضل صلاة الجميع صلاة الجميع نعم سمعت الله وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقرأوا وإنشيتم إن قرآن الفجر كان مشهودا قال شعيب وحدثني نافع عبد الله وأن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر سمعت صلاة الفجر بالقرآن لأن أطلق فيها القراءة وفي فضل صلاة الفجر وأنها في فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفجر بسبب وعشرين جرجة وكذلك أيضا صلاة الفجر تجتمع فيها الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار وكذلك في صلاة العصر نعم سأل الله إليك قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تفضلها بسبع وعشرين درجة حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا لعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا يعني لا يعرف إلا الصلاة فقط يعني ضاء كثير مما يعرفه على ذلك نعم وهذا في ذلك عن الصلاة كما جاء في العديد آخر ما يفعل من الدين نعم بسم الله إليك حدثنا محمد بن المعلّى قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدوهم فأبعدوهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام نعم وفي فضل الصلاة هو أن الخطوة تكتب في الذهب للصلاة وكذلك الرجوع نعم وفي فضل الصلاة مع الجماعة نعم نسأل الله إليك قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم في هذا الحديث بيان فضلي صلاة الجماعة وفضل صلاة الفجر خاصة لقوله تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وهذا هو الشاهد للترجمة فدل على فضل صلاة الفجر في جماعة حيث تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار وجاء في الحديث الآخر إن ملائكة الليل والنهار تجتمع في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ففي صلاة الفجر تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار وفي صلاة العصر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل وقوله فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يعني صلاة الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة وسميت صلاة الفجر قرآنا لأنها طول ما فيها القراءة ولهذا يشرع المصلي في صلاة الفجر أن يطيل القراءة اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة حديث أم الدرداء فيه فضل أبي الدرداء رضي الله عنه في هذا الزمن أكثر الناس حصل أصابهم الكسل فلا يقرأون إلا قراءة قصيرة بصلاة الفجر نعم والأخلاف السنة السنة الإطالة والناس بحاجة إلى سماء القرآن بعد النوم نعم وحديث أم الدرداء فيه فضل أبي الدرداء رضي الله عنه غضبه لله حيث دخل مغضبا على أم الدرداء فقال ما أغضبك؟ قال غضبت لأني رأيت الناس غيروا وبدلوا ما أعرف من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم إلا هذه الصلاة وإذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول هذا في القرن الأول فكيف أهل القرن الخامس عشر وما بعده من القرون خامسة فكيف أهل القرن الخامس عشر وما بعده من القرون أقول الحافظ بن حاجة رحمه الله ومراد أبي الدرداء رضي الله عنه أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة وهو أمر النسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها كان أتم مما صار إليه بعدها ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكان ذلك صدر من أبي الدرداء رضي الله عنه في أواخر عمره كان ذلك في أواخر خلافة عثمان ويقول الحافظ بن حاجة رحمه الله فياليت شعلي إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عن أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين وفيه إنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه وفيه جواز القسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع وإن لم يستحلف الإنسان حيث قال والله ما أعرف كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحلف ولو لم يستحلف إذا دعت الحاجة إلى التأكيد أما حديث أبي موسى رضي الله عنه ففيه بيان فضل المشه إلى المسجد وكثرة الخطوة إليه وأنه كلما بعد الإنسان من المسجد زادت الخطوات وكثرت فيرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة فيكون أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى وقوله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام حتى يصليها حتى يصليها حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام هل هذا فيه دليل على أن الجماعة غير واجبة؟ وهل فيه منافات لما سبق من الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة؟ هذا الحديث تكلم عليه سماحة شيخين الشيخ عبد العز بن باز رحمه الله فقال ينبغي أن يحمل هذا الحديث على معنى يوافق لحاديث الأخرى كان يحمل مثلا على المعذور انتهى وظهر لي أن هذا الحديث كحديث ابن عمر السابق صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة ولا يلزم من التفاضل عدم وجوب صلاة الجماعة فإن وجوب صلاة الجماعة يؤخذ من النصوص الأخرى وظهر وظهر لي ينبغي أن يكون بدلوا ثم ثم ظهر لي أحسن الله يحط بدلوا ثم هذا كلام الشيخ رحمه الله ثم ظهر لي أيضا هذا أيضا معنى غير الملكر الشيخ نعم أحسن الله ثم ظهر لي أن هذا الحديث كحديث ابن عمر رضي الله عنه السابق صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة ولا يلزم من التفاضل عدم وجوب صلاة الجماعة فإن وجوب صلاة الجماعة يؤخذ من النصوص الأخرى فكذلك هذا الحديث فيه المفاضلة بين من يصلي مع الإمام في جماعة وبين من يصلي وحده ثم ينام مع قطع النظر من كونه يأثم أو لا يأثم فظهر لي بعد التأمل أنه ليس هناك منافات بين هذا الحديث وبين النصوص الدالة على وجوب الجماعة فهذا الحديث فيه بيان الفضل أما مسألة الإثم وكون الصلاة واجبة فيأخذ من الأدلة الأخرى نعم واضح هذا نعم نعم صلى الله إليك قال قوله ابن المعلى في بعض النسخ ابن العلاء محمد بن المعلى شيخ البخاري في حاشة قال في بعض النسخ ابن العلاء طيب والتحقيق يعني كلا الوجهين ولا كيف فيها الوجهان هو أبو كرايب شيخ محمد بن العلاء أبو كرايب لكن العلاء وعلا هو أعلى خطأ حسن الله عملك باب فضل التهجير إلى الظهر حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم هذه الترجمة فيها فضل التهجير إلى الظهر يعني التبكير إليها والتهجير مطلقا التبكير إلى الصلوات وقيده المصنف هنا بالتبكير لصلاة الظهر وشاهد الترجمة من الحديث هو قوله ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولكن المصنف جاء بالحديث كاملا لأن موضع الشاهد في آخره وفي الحديث فضل إزالة الشوك ولذان طريق المسلمين وهو من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون وفي لفظ وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان في هذا الحديث قال بينما رجل يمشي بطريق بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له فجعل إيماطة الأذى عن الطريق من أسباب المغفرة وقوله فشكر الله له فيه إثبات الشكر لله كما يليق بجلاله وهو من الصفات الفعلية وقول الشارح معنا فشكر الله له رضي الله أي قول الحافظ يعني الحافظ بالحجر في فتح البال وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معنا فشكر الله له أي رضي الله بفعله تأويل على طريقة الأشاعرة أما أهل السنة والجماعة هذه المموضوع يبين فيها ما ورد من التأويل الحافظ وغيره يعني مبثوث في الشرح التنبي عليه أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يتأولونها ولا يحرفونها ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء فقال الشهداء خمسة يعني هؤلاء من الشهداء وليسوا كل الشهداء المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله فالأول المطعون وهو من مات بالطاعون ويسمى هذا المرض في زمننا الكوليرا وهو بثرات تخرج في مناطق من الجسد كالإبط والكف ثم يموت الإنسان على إثرها ومن مات بالطاعون فهو شهيد كما جاء في الحديث الآخر الطاعون شهادة لكل مسلم والثاني المبطون وهو من أصابه الإسهال ثم يموت والظاهر أن المطعون أيضا يصيبه الإسهال ويقال يصيبه القيء المستمر والثالث الغريق وهو من مات بالغرق في الماء والرابع صاحب الهدم وهو من يسقط عليه الحائط ويلحق به من مات في حوادث السيارات ونحوها فهذا يرجى له أن يكون شهيدا لأنه من جنس صاحب الهدم والخامس الشهيد في سبيل الله وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة فإنه يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه كما فعل بشهداء أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن لا يغسلوا ولا يصلى عليهم وأمر أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم وهذه هي السنة في شهيد المعركة إذا مات في المعركة أما إذا تأخر فيغسل ويصلى عليه ويكون حكمه حكم المريض وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه يصلى على شهداء أحد أما يتأخر يعني تأخرته وفاته مرء تأخرته وفاته يكون حكم حكمه غير إذا مات في الحال لا يغسل ويصلى عليه لكن إذا لم يغت وتأخرت وفاته فإنه يغسل وصلى عليه نعم صلى الله إليك وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه صلى على شهداء أحد صلاة الميت فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بعد ثماني سنوات ودعا لهم كالمودعي للأحياء والأموات المراد يعني صلى على شهداء أحد يعني دعا لهم يعني الصلاة معنى الدعاء فالمراد أنه صلى على شهداء أحد في آخر نهاية يدعا لهم قال الله تعالى وصلى عليهم من صلاة أسكن لهم يعني يدعو لهم الصلاة معنى في اللغة الدعاء فالمراد بالصلاة أنه صلى على أحد معنى المعنى اللغة وهو الدعاء وليس المدى أنه صلى عليهم الصلاة الجنة صلى إليك وقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لستهموا عليه فيه الاقتراع الاستهام الاقتراع وفيه فضل النداء أي الأذان فلو علم الناس ما في الأذان من الأجر لتسابقوا إليه وتشاحنوا عليه حتى تفصل بينهم القرعة لا لا وتشاحوا وتشاحوا المشاحة تعدلها ما فيه نعم من المشاحة يعني كل واحد تشاح كل واحد يقول أنا أنا أريد الأذان من الأجر من الثواب نعم إن شاء الله إليك فلو علم الناس ما في الأذان من الأجر لتسابقوا إليه وتشاحوا عليه حتى تفصل بينهم القرعة وفيه فضل الصف الأول وبيان ما فيه من الأجر فلو جاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى المسجد وكان بالصف الأول فرجة لا تسعوا إلا اثنين وكل واحد يريد الصف الأول ولم يجدوا إلا القرعة لتفصل بينهم فإنه يجرى بينهم القرعة ومن وقعت عليه القرعة كان في الصف الأول الله أكبر وهذا نادر الآن فإذا سمنا وقوله تصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحم وهذه الفضائل تفوت المتأخر والتهجير ليس خاصا بالظهر نعم نعم تفوت المتأخر الكثير الناس ما يأتي لما يقامه وبعضهم يأتي وقد قيمة الصلاة فاتسة على هذا الفضائل التهجير نعم يجري التبكير التبكير في هذا الفوعد العظيم نعم والتهجير ليس خاصا بالظهر بل في كل الصلوات لكن جاء ما يدل على فضله في الظهر في بعض الروايات ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوى يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر والعتمة صلاة العشاء وفيه دليل على أنه لبأس بتسمية العتمة في بعض الأحيان وأما ما جاء في الحديث الآخر لا يغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنما هي العشاء ولكنهم يعتمون عن إبلهم المراد لا يغلب عليكم أو لا يغلب عليكم تسميتها بالعتمة وإذا سميت بالعتمة في بعض الأحيان فلا بأس قوله لا توهما ولو حبوى أي على الركب وفيه فضل حضور هاتين الصلاتين وأن فيهما من الأجر أكثر من غيرهما تقريب محمد بن العلا من كريب الشيخ البطاري والشيخ أصحاب الكتب السلطة أما محمد بن المعلى هذا لم يخرج له البطاري أخرج له الترميذي حقيقي محمد بن العلا صوق إذا محمد بن العلا متقهد أخرج عنه الترميذي بواسطة إذا محمد بن العلا يعدل طيب يعدله محمد بن العلا صلى الله على ملك نعم 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 يعني يغسل وصلى عليه الأجر له أجره نعم الله يرهنه نعم لأن تأخرت وفاته ما مات في الحال الشهيد الذي يغسل في الحال نعم صلى الله عليك باب احتساب الآثار حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن نسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سليمة ألا تحتسبون آثاركم وقال مجاهل في قوله ونكتب ما قدموا آثارهم قال قطاهم وحدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحبن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلم أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال لا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم أن يمشى أن يمشى كذا يمشى يمشى في الأرض بأرجلهم التفت يعني بالخطاب يمشى ثم التفق بأرجلهم نعم قال خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم صلى الله عليه قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم باب احتساب الآثار ومعنى الترجمة احتساب الإنسان خطواته إلى المسجد فيمشي إلى المسجد البعيد ويحتسب الأجر في ذلك قوله يا بني سلم هو سلم بكسر اللام بطن من الأنصار ألا تحتسبون آثاركم يعني خطواتكم أو خطواتكم وفي هذا الحديث أن بني سلم أرادوا أن يتحولوا في اللفظ الآخر أن البقاعة خلت حول المسجد فأراد بني سلم أن ينتقلوا قرب المسجد ويسكنوا قريبا منه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لبني سلم دياركم تكتب آثاركم وكررها يعني إلزموا دياركم تكتب خطواتكم إلى المسجد وقوله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرو أن يجعلوها خالية فقال صلى الله عليه وسلم ألا تحتسبون آثاركم وفي الحديث احتساب الآثار والخطأ إلى المسجد أو إلى طلب العلم أو زيارة الأقارب وأهل الخير ولو بعد المكان وكان فيه مشقة فعلى المؤمن أن يحتسب ذلك عند الله في طلبه للعلم وذهابه إلى الدروس العلمية والمحاضرات والدورات العلمية حتى ولو سافر إلى ذلك فقد كان العلماء يرحلون من قطر إلى قطر لطلب العلم فالإمام أحمد رحمه الله رحل من العراق إلى اليمن على رجليه وكتبه وعلى ظهره والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أيضا رحل من بلد إلى بلد وذهب إلى البصرة وطرد منها جعل يمشي في الرمضاء وغيرهم من أهل العلم كانوا يحتسبون آثارهم وخطواتهم وأسفارهم في طلب العلم وكذلك في زيارة الأقارب وأهل الخير والذهاب إلى المساجد قوله قال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا آثارهم قال خطاهم فالخطى تكتب فينبغي الإنسان يحتسب الأجر ويصبر وأن يقارب بين الخطى حتى تكثر الخطوات باب فضل العشاء في الجماعة بركة شكرا الله أعلم يحتاجنا ذكر دليل هذا الصواب قال الله عز وجل يقول إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم في سياف الموتى يقول إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم بأن المراد خطاهم ففيه نظر لأن خطاهم مما قدموا والله عز وجل يقول إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا أي الموتى وآثارهم فالمراد بآثارهم ما يبقى بعد موتهم كالصدقة الجارية والعلم النافع الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له وغير ذلك ما يبقى بعد موتهم وأما قول مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم بأن المراد خطاهم ففيه نظر لأن خطاهم مما قدموه والله عز وجل يقول إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا أي الموتى وآثارهم فالمراد بآثار ما يبقى بعد موتهم كالصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له وغير ذلك إما يبقى بعد موتهم وأما خطاهم فهي حاصلة وقد قدموها من قبل الله محمد نظر شكرا ممكرا مفسرين خيره شكرا من جريد من جريد شكرا من كثير شكرا من المعنى عام كأنه يرى أن المعنى عام هو أن الخطى من ضمن الأفر لا يقول أنا أنا في ذلك أقول مش المانو عن هشم الأمرين بس الشيخ يقول أنا قدمت خطة قدمت نقول لا لا مش هذا وهذا بس يكون فيه تكرار معنا لا يستدل بالحديث على المعنى الذي ذكرتم على صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم نراد بهالخطوات نعم أليست باقية نعم أليست باقية مكتوبة لهم حتى بعد موت هذه الأثار ونقول شمالا من شمول أهل الأمرين ولو كان تقدم ذكرها تشمل هذا وهذا بس شوف كلام مفسرين شوف كلام من قرطوي ومن جليل شوف هو الحافظ حظم كثير شوف كلام عليه يكون يكون التنصيص لأجل السبب حسن الله ملك ولأهميته يعني تنصيص كتابة الآثار لأجل الحادثة والواقع يعني وبيان أهميتها والتنبيح عليه نعم لأنها تطلق على هذا وهذا ولم يكن تطلق على الأمرين قال ابن كثير رحمه الله وقوله نكتب ما قدموا أي من الأعمال وفي قوله وآثارهم قولان حدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضا خيرا فخير وإن شرا فشر كقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعدهم من غير أن ينقص من وجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة كان عليه يزرها ويزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا رواه مسلم رواية شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وفي قصة مجتاب النمار المضريين ورواه ابن وبيحات من عن أبيه عن يحيى بن سليمان الجعفي عن أبي المحيات يحيى بن يعلي عن عبد الملك بن عمير عن جرير بن عبد الله فذكر الحديث بطوله ثم تلغ هذه الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم وقد رواه مسلم من رواية بعوانة عن عبد الملك بن عمير عن المدر بن جرير المهم قال فيه قولة عنها نعم قولة الأول القول الأول صلى الله عليه نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر طيب هذا القول الأول حسن الله والقول الثاني إن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية نعم إذا يشوي يعني يشوي الأمر الحمد الأمر في هذا واسع نعم صلى الله عليه نعم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله وتعالى في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقافي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات مما فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب قلت محسن الله عليكم في هذه الأحاديث استحباب غسل الرأس ثلاثا في غسل الجنابة والإفراغ عليه بثلاث حفنات حتى يروي أصول شعره وإن كان الواجب تعميمه مرة واحدة يعني الواجب مرة والثلاث هو أفضل فضيئ الواجب التامي مرة يبلغ الماء إلى أصول الشعر مرة واحدة كفي ولكن الأفضل يفيض هذه ثلاث مرات نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين قال وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث بن عيينة قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات يعني النقضة لسه بواجب يكفي الغسل وإن نقضته فلا بس فأفضل لكن لسه بواجب لسه بواجب فقال بعضهم ينقض لغسل الحيض بخلاف الجنابة فإن لا تتكرر وأما الحيض فإن لا تتكرر فينبغي نقض الله لا بس لكن لسه بواجب لنقضته الواجب إنما هو غسل الشعر نعم حسن الله عليه نعم 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 كما سبق ثلاثة قال ما أنا في ظل عالى ثلاثا والواجب مرة واحدة نعم في هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها من الجنابة وإنما يكفيها أن تفيض الماء على رأسها ثلاثا وقيل يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس لأن المدة تطول نعم وفيه أن عائشة رضي الله عنها إفلاف الجنابة فإنها تتكرر نعم هذا السبب لا أستحب نعم وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن وهذا لشدة إنكارها على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه المسألة ولعل السنة لم تبلغه فيها ولهذا كان يأمر النساء بنقض شعورهن وفيه أن حلق شعر المرأة مكروه كراهة شديدة لأنه جمال للمرأة نعم قال حدثنا عمر بن محمد الناقد وابن أبي عائشة تريد تقول أفلا أمن بالحق حتى يكون مشوه من شدة كارهة علينا ومعلم ومعلم أن الحق مكروه كراهة شديدة فلذلك لا يقول به فكذلك ينبغي له أن يترك هذا لكن خفية علي السنة كان قال حدثنا عمر بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال سقطع من القماش وقتل نعم قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر فقال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذوا إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهروا فتحسنوا الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذوا فرصة ممسكة فتطهروا بها فقالت أسماء وكيف تطهروا بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت أسماء بنت شكل رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها معناه حتى يصل الماء إلى أصول شعر رأسها في هذه الأحاديث بيان كيفية التطهر من الحيض وهي أنه إذا طهرت المرأة من الحيضة تأخذ فرصة يعني قطعة وتجعل فيها شيئا من الطيب وتدخلها في فرجها كي تطيب هذا المحل في هذه الأحاديث بيان كيفية التطهر من الحيض وهي أنه إذا طهرت المرأة من الحيضة تأخذ فرصة يعني قطعة وتجعل فيها شيئا من الطيب وتدخلها في فرجها كي تطيب هذا المحل نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بالنسبة للمشي الصلاة والسيارة لا أقرب مشى على الرجلين لكنه على خير في ذهابه مجر لكن الخطوات تكلم في المشي ودل على الكفن في الجمعة قال ومشى ولا يركب نعم لكنه على خير خروجه وعلى خير ومجر نعم صوت السيارة هو على جهنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قصة الرجل الذي قال وكان بعيد المسجد وكان لا تخطو صلاة وقيل له لو اشترت الحمارة تركب في الرمضة وفي الظلمة فقال لا إني أحب أن أكتب لي من مشايا إذا مشيت لأثواء رجعي لرجعي فلما بلغى النبي صلى الله قال كتب الله لك ذلك كله فهذا الرجل فهم أنه ما يركر قال ما يمشي نعم قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا في اطلاق القرأ على الحيظة عند الحيظة في الآخر عند الصلاة أيام أقرائك أيام الحيظة نعم وقرأ يطلق على الحيظة يطلق على الظهر وعند الحنبل الحيظ وعند الشبعية الأطهار يطلق لقرأ نعم حسن الله لي لكن أرجحنا البرد بالقراء الحيظ وقرأ الحيظة نعم قوله فإذا أقبلت الحيظة يعني إذا كانت عادتها مثلا من كل شهر خمسة أيام أو سبعة أيام ثم أطبق عليها الدم فتجلس أيام عادتها ثم تقتسل من دم الحيظ ويكون الدم الزائد دم استحاضة وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها أما إذا لم تكن لها عادة وكانت تعلم بتمييز الدم من غيره فدم الحيظ أسود ثخين ومنتن أما دم الاستحاضة فأحمر رقيق أو أصفر رقيق فالأيام التي يكون فيها الدم أسود ثخينا ومنتنى تجلس تلك الأيام فلا تصلي ولا تصوم واليوم الذي يكون فيه أحمر أو أصفر رقيقا فإنها تصلي وتصوم والخلاصة أن المستحر نعم المستحر على هذه الأحوال أولا العادة إذا كان لها عادة تجس عادتها تعرف عادتها من أول شهر ومن أول شهر فإن لكم لها عادة أو نسية العادة تعمل بالتمييز صالح إذا كان الدم أسود يدخن تجس وإذا كان خفيف أو أحمر تصلي وهناك نوع برأة الثالثة نسية العادة وليس لها تمييز هذه تسمى المتحيرة هذه المتحيرة تجس سبعة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها من أول ما عصبها الدم فإن لم تعرف فمن أول كل شهر هلالي نعم أحسن الله لكم فالمستحر على هذه الأحوال الثلاثة نعم إما معتادة تعرف العادة مقدمة فإن لم تعرف ولها تمييز فالتمييز فإن لم يكن لها تمييز فإنها تعمل بعدة نسائها تجس ستة أيام سبعة على أحدث نسائها أخواتها وخالاتها كانت ستة أيام سبعة أيام سبعة أيام سبعة أيام من أول ما عصبها فإن لم تعرف فمن أول كل شهر هلالي نعم كم من نش والخلاصة أن المستحاضات على أنواع ثلاثة النوع الأول المعتادة كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فإذا كانت تعرف العادة فتجلس أيام العادة فإذا انتهت أيام عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم العادة مقدمة نعم النوع الثاني إذا لم يكن لها عادة أو نسيت عادتها فإنها تعمل بالتمييز النوع الثالث إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فتسمى بالمتحيرة وهذه تجلس في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها تطبيقاً لحديث حمنة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تطبيقاً عملاً عملاً بحديث حمنة نعم بدل تطبيقاً نعم حسن الله عليكم وقوله صلى الله عليه وسلم وقبله صلى الله عليه وسلم فقصلي عنك الدم وصلي دليل على نجاسة الدم الحيض ووجوب غسله والتنزه عنه وهذا بالإجباء أما غير الدم الحيض هذا في خلاف قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد رضي الله عنها وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره قلت محسن الله عليكم الحرف الذي تركه مسلم هو قول حماد بن زيد توضئي لكل صلاة وحماد بن زيد هو راوي الزيادة وتركها مسلم خشية أن تكون وهما ومن ثم تكون شاذة وقد ذكر هذه الزيادة البخاري وتركها مسلم وحماد بن زيد ثقة وقد أتى بهذه الزيادة وهي غير منافية فتقبل إذ زيادة الثقة مقبولة وتفيد هذه الزيادة توضئي لكل صلاة أن المستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة بعد أن تتلجم وتتحفظ وكذلك من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة وكذلك من به سلس ريح أو من به جروح سيالة تأتيه دائما فكل هؤلاء لا يتوضأون إلا بعد دخول الوقت ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل يعني هنا المسلم تورع شيء ذكر البخاري المسلم في هذا تورع يعني أكثر البخاري ذكرها المسلم لكن الخشن تكون شادة المسلم في خلاك يعني هل يسمى هذا الشذود قد يسمى الشذود عند المتقدمين المتأخرين ما يسمى الشذود يسمونها الزيادة بالثقة مقبولة على طريقة الفقهة فتتوضأ لكل صلاة وقاس عليها من به جروح سيالة الحرف الذي تركه مسلم هو قول حماد بن زيد توضأي لكل صلاة وحماد بن زيد هو راوي الزيادة وتركها مسلم خشية أن تكون وهما ومن ثم تكون شاذة وقد ذكر هذه الزيادة البخاري وتركها مسلم هذا خالف الشيخة في هذا نعم محمد بن زيد ثقة وقد أتى بهذه الزيادة وهي غير منافية فتقبل إذ زيادة الزيادة مقبولة هذا عند الفقهة والوصوليين أما المتقدم المحدثين فيقول كل الزيادة لا حكم يخصها وهذا مثل ما جاء في الأذان اللهم رب الدعاء اللهم واد الدعاء والصلاة القائمات محمد الوسيطة والفضيلة وباتهم وقام المحمد اللي وعدته هذا اللي في الصحية هو الصلاة زيد البهيقي إنك لا تخل المعاد إنك لا تخل المعاد هذه عند بعضهم شاذة وعند الفقهاء والوصوليين مقبولة زيادة من الزيادة مقبولة نعم وهذا مثل هذا وتوضأ لكل صلاة نعم أحسن الله عليكم وتفيد هذه الزيادة توضأ لكل صلاة أن المستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة بعد أن تتلجم وتتحفظ وكذلك من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة وكذلك من به سلس ريح أو من به جروح سيالة تأتيه دائما فكل هؤلاء لا يتوضأون إلا بعد دخول الوقت ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل فإذا جاء الوقت الثاني فلا بد من الوضوء له إلا إذا لم يخرج منه شيء بعد وضوئه الأول فهنا يكتفي بوضوئه السابق أحسن الله وليكم قال الشيخ لثيوبي هذا الذي أشار إليه المصنف وصرح به النساء من تفرد حماد بن زيد بزيادة قوله وتوضأ هذا الذي أشار إليه المصنف وصرح به النساء من تفرد حماد بن زيد بزيادة قوله وتوضأ فيه نظر لا يخفى لأنه لم يتفرد حماد بها بل تابعه أربعة كلهم رواه عن هشام بن عروة بتلك الزيادة ما ذكرنا رواه أبو معاوي عن هشام عند البخاري في صحيحه وحمد بن سلمة عند الدارمي ويحي بن سليم عند السراج وأبو حمزة السكري عند ابن حبان لأنه لم يتفرد بها فلا يكون لأن من قال أن تفرد بها يقول أنه ما يزم أن تتوضى لكل الصلاة ولا يزم كذا لكن ماذا ما تفرد بها فيتحقق هذا الحكم عليها أن يتوضى لكل الصلاة صارت ليس لما في تفرد لأن بعضهم قال أنها ما يزم أن تتوضى لكل الصلاة لأن هذه الرواه شاذة لكن الآن تبين أنه ما يفرد بها فتحقق هذا الحكم هو أنه لا بد من أضل كل صلاة لمن المستحاضة ولمن به جروح سيالة أو من به حدث دائم سلسل بولة وسلسل ريح وما أسباب ذلك نعم أحسن الله لكم بسم الله لك ما الذي أخرج من العموم أي فروضا أو نعفل إلا أن نعفل تابع على الصلاة إلا إذا كانت نعفل مستقلة لك صرف ضحاء لا بد لكن نعفل الصلاة تابع على لصن الرواتب نعفل قال حدثنا لا يتوقعون إلا بعد دخول الوقت يعني مقصود بهذا لم يكن على طهار حتى يستقيم مع آخر الكلام إذا لم يكن منه شيء إذا توضعون هذا معرف إذا كانوا على غير وضوء أما كانوا لا يحتجوا كانوا على وضوء سابق ولا مخرج منه شيء انتهى يعني لا يلزمه إذا دخل كل وقت أن يتوقعون جديدا مدام الأصل يلزمه لأنه تروح سيالة مستمرة لكن لو قد أنه ما خرد منه شيء التنبيه الأخير كافي الأصل أنه يتوقع لكل صاح لأن الخارج مستمر لكن لو قد أنه ما خرد منه شيء نبه حالف الأخير فإنه يكتفي بوضوء السابق نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش نضاف شيء الأثيوبي أنه لم يسترد بها تضاف هذه تضاف في الشرح إن شاء الله تضاف في الطبعة لا يكون منك تفرد نعم ويتحقق الحكم نعم قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال استعد منها ولا ممرهنة باستعد 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 الواجب الوضوء نعم قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته استحسالا منها نعم وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة قال وحدثنا محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكنها عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء ذلك العرق الدم يخرج من العرق وليس دم الحيض نعم قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمر بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش رضي الله عنها كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآن دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيظتك ثم اغتسلي وصلي قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن موذر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيظتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة ولكن هي فعلته من نفسها وإنما الواجب عليها أن تغتسل مرة واحدة عند انقطاع الدم ثم تتوضأ لكل صلاة ولها الجمع بين الصلاتين فتجمع بين الظهر والعصر فتغتسل لهما غسلا وتجمع بين المغرب والعشاء فتغتسل لهما غسلا وتصلي الفجر وتغتسل له غسلا لا نوع من المرض الاستحاضة لا نعم لأن الاستحاضة نوع من المرض وبنات جحش كلهن صحابيات زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف وأختهما الثالثة حمنة بنت جحش زوجة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهن كلهن أصابتنا الاستحاضة نعم وفيها أن المرأة لها أن تستفتي الرجال بنفسها للحاجة وفيها أن صوت المرأة ليس بعورة لكن إذا كان فيه فتنة فالمرأة ممنوعة من رفع صوتها أمام الرجال خشية أن يفتتن بها ولهذا قال الله تعالى أن يفتتن بها أو أن يفتتن بها أو يفتتن بها طيب يفتتن بها خشية أن يفتتن بها ولهذا قال الله تعالى للساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وهي ممنوعة أيضا من رفع صوتها بالتكبير والتلبية في الحج خشية أن يفتتن بصوتها وللمرأة أن تبيع وتشتري مع الحذر من الخضوع بالقول والخلوة بالأجنبي ومن سائر أسباب الفتنة بعده باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة بركة السلام لكن هذه بنات جحش هذه بنات جحش الثلاث كل الصادرة والربي نعم بالنسبة للصلاة السنة القبلية صلى الله عليه الصلاة الظهر نقول الأفضل في البيت والمسجد نقول الأفضل في البيت إلا إذا ترتب على ذلك تأخر عن الصف الأول أو خشية تفاوة الفريضة تقدم ومثل كذلك نعم صالة الفجر نعم صالة الفجر ركعة الفجر نعم لكن الإمام معرف يطبق هذا الإمام بسم الله الشيخ ناتذين قالوا في هذا الحديث دليل على أن المرأة تستحيضت وتركت الصلاة ظن منها أنه حيث فإننا لا نأمر بالقضاء وجوبا لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالقضاء وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تستحيضت وتركت الصلاة ظن منها أنه حيث فإننا لا نأمر بالقضاء وجوبا لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالقضاء أنا أقرب الله أنها الصلاة في ذنبتي واجبة ثم مر بالقضاء إذا تحت حقنا لأنها تركتها كل المرأة يخدم النصص الأخرى التي دلت على وجوب الصلاة نعم لسهي ضعها كلم الشيخ رحمه إن شاء الله إليك بالنسبة لكبير السن أنه يشق عليه الوضوء لكل صلاة والقيام مما كان إذا كان نحو المقعد مثلا هل يقول يجوز يجمع بين الصلاة؟ نعم هذا الحكم نعم نوع من المرض المقادة هو المريض وكبير السن لم يشق عليه من جسم مقادة كل هؤلاء نوع من المرض وقس المرض نعم يجمعون نعم لكن لا يقصره لا يوجد قصر بعض الناس في مستشفى يقصر قصر خاصة من المسافر لكن يجبع بدون قصر نعم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه جمعين وبعد حسن الله إليكم يقول الإمام بن حبار رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح ذكر عدد الصلوات المفروضات على المرء في يومه وليلته قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما في إمرته فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال يا مغيرة ما هذا أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله عليه نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهذا أمرت خمس صلوات وفي مرة عمر العزيز في مرة المدينة قبل الخلافة وكان عادة ثم يومية التأخير ثم استقامت حاله عمره بعد أن تولى الخلافة إنما هذا لما كان أمير على المدينة قبل الخلافة ثم استقامت حاله وبعد ذلك ولم يؤخر نعم قال بهذا أمرت قال اعلم ما تحدث يا عروة أو إن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قال ذكر البيان بأن الله جل وعلا أجمل عدد الركعات للصروات في الكتاب وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك ذكر البيان بأن الله جل وعلا أجمل عدد الركعات للصروات في الكتاب وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك بقول وفعل هو وليا ووليا رسول الله على ذلك مضبوطة بالحركات مضبوطة بالحركات ولا الحركات لا ها وليا وليا الحركات حكا لما يضبط يضبط بالحروف وتشتيد لامة ومع الحركات بعض الناس يضبطها بعض يطبعون من باب التحسين والتجميل على غير بصيرة نعم قال ذكر البيان بأن الله جل وعلا أجمل عدد الركعات للصروات في الكتاب وولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك بقول وفعل نعم ولي هذا الصلاة ولي نعم قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أمية ابن عبد الله ابن خالد قال أنه قال عنو أنه قال لعبد الله ابن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال له عبد الله يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل يعني إن السنة كافية قال ما نجده في القرآن ما نرى فذكر وإذا ضربته في الأرض فليس ألوك جرحاً تقصرنا الصلاة في موجود في القرآن لكن أراد يبين لها قال إن السنة كافية نعم سنة واحد ثاني بات لنار النبي صنة فنفعله مثل ما يفعل نعم ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني الآشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا قال فقام حذيفة فصفى الناس خلفه صفين صفاً خلفه وصفاً موازياً للعدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا هذا من أحد أنهو أصلاة الخوف نعم قال باب الوئي أصلاة الخوف كما قال للم أحمد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ست توجه سبعة كلها جائزة قال وأنا أختار الصلاة ذات الرقاء نعم صلى الله عليه قال باب الوئيد على ترك الصلاة قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة قال ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر بالله جل وعلا ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر بالله جل وعلا قال أخبرنا محمد بن أحمد أبي عون قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال عن الحسين بن عمار واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال ذكر الخبر الدالي قال ذكر الخبر الدالي على أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا لا يكفر بها كفرا يخرجه عن الملة قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن أبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع قال أخبر ابن عمر بوجع امرأته في السفر فأخر المغرب فقيل الصلاة فسكت وأخرها بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل ثم نزل فصل المغرب والعشاء ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا جد به السير أو حزبه أمر ما تركها يعني تركها ليجمعها مع الأشياء سفر نعم سفر ما يستقيم الاستدالة المؤلفة ترجم نعم المحشي شيخنا قال ولفظ الكفر الوارد في هذا الحديث محمول على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة أو بأنه كفر أملي لا يعد المتلبس به خارجاً عن الملة لا يعد لا يعد المتلبس به خارجاً عن الملة كقوله عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني كفر أصغر وقوله كفر بالله كفر بالله تبرؤ تبرؤ من نسب وإن دق يعني كأنها رواية وقوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد وقوله من قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب وانظر اختلاف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة يعني يقول هذا كفر أصغر ومثل هذا من ترك الصلاة نعم قال ذكر خبر ثاني يدل على أن تارك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها لا يكفر باستعماله ذلك كفراً تبين امرأته به عنه قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما قال ذكر خبر ثالث يدل على أن من ترك الصلاة متعمداً إلى أن دخل وقت صلاة أخرى لا يكفر بها كفراً يوجب دفنه في مقابل غير المسلمين لو مات قبل أن يصليها قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن سلم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتب بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذير فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أن قد بلغت فأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم أشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا قال أبو حاتم لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم يستحق فاعله أن يكون كافرا هذا وجه الاستدلال قال أبو حاتم قال أبو حاتم لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم يستحق فاعله أن يكون كافرا كان من أخر الصلاة عن وقتها ثم أداها بعد وقتها أولى أن لا يكون كافرا وين تقديم العصر؟ فيه تقديم العصر في الحديث؟ نعم نعم قدم العصر مع العرفة تقديم والتأخير والتأخير الظهر؟ في عرفة شيخنا ها؟ في عرفة قاسة يعني كما أن تقديم الصلاة لا يكون كافرا نعم قال ذكر خبر رابع يدل على أن تارك الصلاة متعمدا لا يكفر كفرا لا يارثه ورثته المسلمون لو مات قبل أن يصليها فيه خبر رابع بعد خامس في خامس والسادس سبحانك مرحبا واتق الله جميع يطاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى صحبه سبحانك اللهم وليح سبحانك وليح